السؤال بعد كده سؤال بيقول ممكن لو سمحت توجه كلمة لكل زوج يكون رحيم وميحطش مناطه في الاختبار الصعب ده الاختيار ما بين الزوج والأهل لو سمحت هو بيتابع البرنامج طبعا هو بيتابع البرنامج اللي هو الزوج يعني طيب يا أيها الزوج العزيز صلى على النبي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيسألوه مين أحب الناس إليك قال له عائشة فلما سألوه ليس عن عيذة نسألك ولكن نسألك عن الرجال قال أبوها فنسب صديقه الصدوق حبيبه إلى زوجته عايزة علمنا يا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إن أقرب طريق لقلب زوجتك أهلها أقرب طريق لقلب زوجتك أهلها زي ما هو أقرب طريق لقلبك لقلبك أنت كمان أهلك ولذلك إلا حاصل من حسن العشرة الإحسان لأهل الزوجة مش ربنا قال وعاشرهن بالمعروف ما أنت مخدتش واحدة مقطوع عن أهلها أنت خدت واحدة جوزتها من أهلها أنت مش حاسس أن في معنى ربنا أراد أنه يوصله لك لما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بوليه يعني راعي أهلها يا أخي ده مين اللي جوزها لك أهلها فلما تراعي ده تجد صدقها ينشرح كم من مرأة لما تسألها أول ما تسألها أنت بتحبيه ليه يقول لي أهلي بيحبوه لأنه حسن العشرة معاه وتفضل متعلقة بالزواج ده لأنه أحسن لأهلها فعشان كده أنت لازم تفهم المعنى ده وإنت لو فهم أن أنت بتخليها تحس أنا عارف الرجالة بيعملوا كده ليه إحنا كده خلاص خلصنا الجالم اللي أنا بيقولك أنت ما تشقش على زوجتك وما تحطهاش في الصعب خفف عليها من خفف عن مسلمين كربة من كرب الدنيا خفف الله عنه كربة من قرب يوم القيامة أنت لما تحطه في هذا الاختيار الصعب اللهم من ولي أمرا من أمور المسلمين فشق عليهم أنت بتشق عليها كده لو أنت نفسك الأمورة بالسوب بتقولك ما أنت لو ما حطتهاش في اختيار صعب يبقى هي مش هتثبت لك أن أنت بتحبها أن هي بتحبك فبتحطها في اختيار صعب من بينها وبين أهلها ما بينك وبين أهلها ده مش اختيار صعب ده ظلم ده مش بس مش اختيار صعب ده كمان قسوة أنت ممكن ما تكونش حاسس بدا أنت ممكن تقولها طب خيريني كده أروح لأهلي ولا أعود معاك أعود معاك طب ليه ليه كده طب أسألك سؤال هل أنت تشعر بشعور المرأة بده أنا عارف أن الرجالة بعض الأحيين بيعمل كده الرجل ليه هو عايز يحس أن بيغير عليها آه أنت عارف بيغير عليها يعني إيه بيغير عليها يعني عايزها تبقى معاك طول الوقت فبدل ما يقول لها خليكي معايا لأن أنا بحب أن أنت تبقى معايا إيه اللي حاصل يقول لها أنا يا أهلك كلام مش مناسب خالص وكلام ما يصنعوش لعقلاء وكلام يجرح ويأذي شوف كمان الكلام للسأل أصعب من كده هو يحس أن هي شايفة أن أهلها إما أبوها أو أخوها أو أخوتها هم حمايتها وظاهرها فإيه اللي حاصل فعايز يمنعهم ويزلهم من قصاد عينيها عشان هو يبقى بطلها يا سيدي أنت هتبقى بطلها أول حاجة عشان تبقى بطلها أن أنت تحسسها أن أنت مش عايز تكسر أهلها في عينيها ولا عايز تكسر قلبها بأنك أنت تبعدهم عنها مش حضرت النبي قالك استوصوا بالنساء خيرة هي دي توصيها أن أنت تكسر بقلبها وتخليها تحصل في الصعب ده أنا عارف أن أنت ممكن تختلق بعض الحاجات وتقول لي أصلا هي لما بتروح لأهلها بتجيلي بمشاكل على فكرة وهي لما تروح مش هتروح لأهلها هتقعد وتعمل مشاكل أكتر فلأنت يا سيدي عايز تتكلم يعني بالشرع ارتكب يا سيدي أخف الضرارين وخليها تروح لأهلها لأن عارف اللي هيحصل بعد كده لو أنت منعتمل أن تروح لأهلها وحست أن أنت قاسي هتعمل إيه؟ هتعمل مكتئبة مش هتعمل مكتئبة أنها هتمثل هيحصل لها اكتئاب ليه؟ ليه؟ عارف لما بتروح لأهلها ودوة اللي احنا عارفينه في الإرشاد الزواجي عارف الستة لما بتروح لأهلها بتعمل إيه؟ وخاصة لو أنت محسسة بالأمان بتحس أن هي بتاخد نفسه وترجع لك تاني ترجع لك وهي متجددة لإيه؟ متجددة النور والبركة فما تحرمش نفسك من هذا التجدد خليك عاقل وده شيء مهم جدا لازم تتعود عليه